التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي السيد ادنبر لدولي وزير دفاع جمهورية كينيا والوفد المرافقة له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفة الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري والامني بين البلدين كما تم التطرق الى تطورات الاوضاع الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية وانعكاساتها على القارة الافريقية واكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية والكينية في العديد من المجالات فيما اشهد وزير الدفاع الكيني بالجهود المصرية لارساء دعائم الامن والاستقرار داخل القارة الافريقية معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التنسيق والتعاون بما يلبي المصالح المشتركة لكل البلدين حضر اللقاء الفريق اسام عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين